بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع المحاضرة رقم خامسة في قرص نظرية المرون الخطية Linear Zero Velasticity الموجه إلى طلبة كلية التربية وكلية العلوم المحاضرة الخامسة بعنوان Equations of Motion المحاضرة الخاصة بهذه المحاضرة Equations of Motion معدلات الحركة Moment of Force عزم القوة Principles Therese الإجهاد الأساسي Homework Equations of Motion ما تعلمنا من المحاضرة السابقة أن القوة المؤثرة على الجسم نوعين قوة حجمية وبعبر عنها بتكامل على الحجم للقوة المؤثرة على وحدة الحجوم وقوة سطحية اسمها Surface Force وبعبر عنها بتكامل على السطح للقوة المؤثرة على السطح محصلة القوتين التي تؤثرني على الجسم أقدر عبر عنهم بمجموع القوة الحجمية والقوة السطحية في المعادلة رقم في المعادلة رقم واحد لكن أنا عندي بطفرونزا نيوتين ساكندلوغ ويها من قانون نيوتين الثاني أن القوة المؤثرة على الجسم أو محصلة القوة المؤثرة على الجسم بيساوي معدل التغير في كمية الحركة يعني الف بتساوي بي ضد اللي هي كمية الحركة وكمية الحركة زي ما نعارف أن هي بتساوي الكتلة في السرعة متفضلة بالنسبة للزمن الكتلة الجسم هنا ثبتة فبخرجها بر عملية التفاضل تصبح المعادلة الف اللي هي محصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي م كتلة الجسم في سرعته متفضلة بالنسبة إلى الزمن اللي هي تسمى العجلة ده شبيه أو ده قانون اللي هو الف بتساوي الام في الا إذن أقدر عبر زي ما أنا ملاحظ أن القوة الحجمية والقوة السطحية هي عبارة عن تكامل على الحجم وتكامل على السطح والقوة المؤثرة على الجسم اللي هي الف بتساوي ام في اي أو الام في الفي ضد لازم أحاولها إلى صور التكامل عشان المعادلة كلها تبقى من نفس النصق فالبي ضد اللي هو معدل تغير كمية الحركة هتساوي تكامل على البي لرو ذي ضد دي ذي حصلت على العلاقة ده هيت من العلاقة اللي بتقول أني الرو بتساوي ام على ذي الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم وهنفترض أني أنا أخذ وحدة الحجوم واحد يبقى الرو بتساوي ام وهكامل على الحجم علشان أجيب الكسافة الموجودة للجسم كله تطلع تكامل على الحجم الرو في في ضد دي ذي بساوي تكامل على البي تكامل على البي رو في ضد دي ذي المعادلة رقم 3 أصبحت معادلة من نفس النصق تكامل على الحجم تكامل على السطح تكامل على البي هتقابلني مشكلة أني لازم أعين أو أحول التكامل السطحي إلى تكامل حجمي عشان تبقى المعادلة كلها عبارة عن تكامل على الحجم العملية دي ها أعملها ازاي؟ هكتبها الأول خالص في صورة تنسور يعني هستبدل الشكل الموجود للمعادلة رقم 3 بشكل آخر أني هعبر عن الكميات الموجودة في المعادلة رقم 3 بمركباتها يعني تكامل على الـ xdv اللي هو متجه هعبر عنه بتكامل على الـ xidv إذن ده تنسور من الرنك الأول الذي يمثل المتجه القوى الخارجية الحجمية تكامل على السطح هكتبه بالشكل ده تكامل على الـ xd i nu ds ده أيضا متجه من متجه كتبته في صورة مركباته اللي هو تنسور من الرنك الأول والجزء التالت أو هو الطرف الأيمل هكتبه بشكل ده تكامل على الـ xdv والـ i هنا بتساوي 1 و 2 و 3 إذن المعادلة رقم 3 اللي مكتوبة في صورة اتجاهية كتبتها في صورة تنسور فورم في المعادلة رقم 4 وفي الحقيقة انت شايف معادلة واحدة بس لكن هما دول 3 معادلات مش معادلة واحدة لأن انت لو خدت هتديك اي بواحد هتديك معادلة و لو خدت الاي باتنين هتديك معادلة تانية ولو خدت الاي بثلاثة هتديك معادلة تالتة فب ايه معنى الاي واحد واثنين وثلاثة اي بواحد معناها المعادلة دية في اتجاه محور الـ x amo المركبات اللي في اتجاه محور الاكس بالتنين معناها المركبات اللي في اتجاه محور وي وب Cloud 3 معناها المركبات في اتجاه محور زي لكن انا عندي العلاقة اللي بتقول لي اللي بسميها اني العلاقة هي بتربط القوى المؤسرة على السطح بالاجهاد اللي حاصل داخل الجسم في متجه الوحدة العمودي المؤسر على السطح. وبالتالي متوقع ان انا هاخد المعادلة رقم خمسة واحطها في المعادلة رقم اربعة بالشكل ده. ده القوى الحجمية وهنا هستبدل تي اي نيو بتي من يو جي تاو جي اي وبقية الحدود زي ما هي. هستخدم اللي هيحول لي التكامل السطحي الى تكامل حجمي تكامل على السطح لتي من يو جي تاو جي اي دي اس هحوله الى تكامل على الحجم بالشكل ده تكامل على ال في تاو تاو جي اي كوما جي دي في دي معادلة او دي نظرية اطبقها على التكامل السطحي عشان احوله الى تكامل حجمي. هحط المعادلة رقم سبعة في المعادلة رقم ستة اصبحت بالشكل ده اصبح العلاقات كلها عبارة عن تكامل على الحجم. الجزء ده اللي انا غيرته من تكامل السطحي الى تكامل حجمي. هاخد التكامل الحجم عامل مشترك هنقل الحد ده الناحية الاخرى باشارة مختلفة. واخد التكامل على حجم عامل مشترك تصبح المعادلة بالشكل ده. طبعا الحجم اللي انا بختاره ده اختياري. ازا الحجم ما بيسوي السفر. ازا اللي داخل الاقواس هو اللي بيساوي سفر. ازا اقدر اقول ان التاو جي اي كوما جي زائد الاكس اي بتساوي رو في اي دوت طيب. تاو جي اي كوما جي معناها ايه? تدرج الاجهاد الداخلي كوما جي معناها تفاضل بالنسبة تفاضل الكمية اللي موجودة ده بالنسبة الى الاكس جي. دي اي اللي هي السرعة بتساوي التفاضل الي اي بالنسبة للتي اللي هو السرعة بتساوي تفاضل الازاحة بالنسبة الى الزمن. ازا ازا اي اي دوت اقدر اقول عليها المشتقة الثانية بالنسبة للازاحة المشتقة الثانية المشتقة الثانية للازاحة بالنسبة الى الزمن. تصبح المعادلة ده بالشكل ده توجي اي كوما جين زائد الاكس اي بتساوي رو بارشال تربيع واي بارشال تربيع بارشال تي تربيع دي اسمها معادلة الاتزان في حالة الحركة. انستاتيك اكوليبريام. التكسيز فورم. لو الجسم اللي عندي المعادلة رقم ثمانية بتصف اه الازاحة الحادثة داخل الجسم المتحرك. التشوه الذي يحصل داخل الجسم اذا كان بيتحرك بسرعة مقدرها دي او بيتغير مع الزمن. طيب لو كان الجسم ده ثابت فالطرف الايمن دهوت بيساوي سفر وتصبح معادلة الاتزان على الشكل رقم تسعة. طيب المومنت اوف فورس ده المخرج التاني من المحاضرة مومنت الفورس اللي هو عزم القوة المؤسرة على الجسم. انا عندي معادلات الحركة بالشكل ده او القوة المؤسرة على الجسم هي قوة حجمية وقوة سطحية. وانا استبدال القوة السطحية القوة المؤسرة على الجسم بالشكل ده. وعوضت فيه قانون نيوتيني التاني وحولت عايز اجيب المومنت ده الوقت. فهاخد المعادلة اللي هي ده هي اللي هي القوة الحجمية زائد القوة السطحية المؤسرة على الجسم بيساوي معدل التغير في كمية الحركة تابعة لقانون نيوتيني التاني. هاخد المومنت. المومنت للفورس عموما بيساوي الار كوروس الاف. فالطرف الايسر اضرب اار كوروس الاكس ده عزم القوة الحجمية. الحد الاخر ار كوروس تينيو دي اس اللي هو عزم القوة السطحية. هي ساوي العزم الناتج من السرعة او الازاحة. الار كوروس في دوت. هستخدم العلاقة ده هيت في التنسر برودكت. ابسلون اي جي. وده احنا اخدناه في المحاضرة رقم واحد ان التكام اللي التفاضل او حاصل الضرب الاتجاهي اقدر اكتبه بالشكل ده. ابسلون اي جي كي. ار جي اكس كي دي في. ذات تكامل على السطح. ابسلون اي جي كي ار جي تي كي نيو دي اس. بيساوي رو تكامل على الحجم. ابسلون اي جي كي ار جي ذي كي ضب. العلاقات الموجودة او الحدود الموجودة داخل التكاملات ده هي دي نتيجة لحاصل الضرب الاتجاهي والتعبير عن حاصل الضرب الاتجاهي باستخدام اه التنسر. لكن انا عندي الار جي هي الاكس جي هنوض لها برمز اكس جي التي تمثل مسقط متجه الموضع ده هوت على المحور اكس جي. يعني لو انا خدت الجي بواحد يبقى مسقط متجه الموضع على الاكس واحد اللي هي اكس واحد. لو انا خدت الجي باتنين هتديني اكس اتنين اللي هي الواي. لو انا خدت الجي بتلاتة هتديني اكس تلاتة اللي هي الزي. المعدلة الصابقة دهيت هكتبها بالشكل ده. بعد ما شيلي الار جي واحط بدلها اكس جي. تعويض مباشر في حالة الاكوليبريم يعني يعني الجسم ما ما بيتحركش ما بنتمش بحركة الجسم. فالطرف الايمن ده هوت هيساوي سفر. تصبح المعادلة بالشكل ده. ابسلون اي جي كي اكس جي اكس كي. زي التكامل على السطح ابسلون اي جي كي اكس جي تي كي نيو دي اس. ولازم تفرق بين الاكس سمول والاكس كابتال. اكس سمول ديت اللي هي الاحداثيات التي تصف موضع الجسم. والاكس كي كابتال اكس كي او اكس كابتال كي ديت بالطرمز الى القوى الحجمية. هاستخدم علاقات كوشي في الحد التاني اللي هو ده ها. تين كي نيو بيساوي نيو بي تاو بي كي. وعوض بيها تصبح المعادلة بالشكل ده. مجرد ان انا عوضت عن تي اي نيو. هاستخدم عشان احاول التكامل السطحي الى تكامل حجمي عشان ما يبقاش عندي تكاملان مختلفان في المعادلة. بتقول لي ان الحد التاني ده هوت اللي هو تكامل على السطح. انت عندك هنا الاساسي تين يو اللي هو العمودي على السطح. هيحول لي الكميات كلها الى تكامل على الحجم متفضلة بالنسبة لي الاندكس بي. اللي هو الاندكس الخاص بي. يبدأ تحويل التكامل السطحي الى تكامل حجمي. اعوض بيها في المعادلة سابقة بالشكل ده. اصبح عندي تكامل حجمي على كل الاطراف. اخده عمل مشترك. واخد معي العمل مشترك. تصبح المعادلة بالشكل ده. هعمل عملية التفاضل للحد ده. ده معناه ان الحد ده متفاضل بالنسبة للاكس بي. لان انا قلت قبل كده ان كمى كي ترمز الى التفاضل. لما فاضل ده. ده عبارة عن تفاضل لحصل ضرب دلتين. هفاضل للحد الاول. هيديني اكس جي كمى بي. وتي بي كي تنزل زي ما هي. زائد لحد التاني. هترك الاكس جي كما هي. وافاضل تاو بي كي. هتبقى بي كي كما بي. الحد ده هينزل زي ما هو. هجمع الحدود المتشابهة مع بعضيها. اخد الابسل من اي جي كي اللي انا واخدها في الاول عمل مشترك. واجمع الحدين دون مع بعض. واخد الاكس جي عمل مشترك. لكن احنا عندنا في الحد ده يمثل معادلة الحركة او معادلة الاتزان. ده يمثل معادلة الاتزان. اذا المعادلة ده هي بسفر. يطلع عندي ان التكامل على الحجم ابسلون اي جي كي اللي هو الحد ده مع الحدين مع الحد ده اكس جي كما بي تي بي كي بي 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 بسوي سفر. هغير اكس جي كما بي معناها تفاضل الاكس جي بالنسبة للاكس بي. والتفاضل ده موجود لو كانت متسويين وبيسوي سفر لو كانت تي اندسيز بيسوي مختلفين. اذا اكس جي كما بي هي نفسها دلتا جي بي. والحد ده تي تاو بي كي ينزل زي ما هو. هستخدم وظيفة الدلتا وظيفة الدلتا بتعمل بتحول الاندسيز البي ده هتلغيه وتحط مكانه الجي. تصبح المعادلة ابسلون اي جي كي تاو جي كي بي سوي سفر. التكامل الحجمي الحجم اللي انا بكامل عليه ده حجم اختياري. وبالتالي لا يجوز ان هو يبقى بسفر. يطلع عندي اللي داخل التكامل هو اللي يبقى بسفر. ابسلون اي جي كي تاو جي كي بيساوي سفر. ايه معنى العلاقة دي استفيد منها في ايه? العلاقة دهيت بتقول لي. تاو جي كي تاو جي كي بيساوي تاو كي جي. وزي ما تقولت قبل كده اني تاو جي كده او موتر الاجهاد مكون من تسع مركبات. بمعنى ايه? ان هو متماسل بمعنى ان تاو اكس واي هي نفسها تاو واي اكس. وتاو اكس زي هي نفسها تاو زي اكس. وتاو زي واي هي نفسها تاو واي اكس. ولو انا استخدمت الارقام اكس بواحد الواي باتنين والزي بتلاتة. يبقى تاو واحد اتنين هي نفسها تاو اتنين واحد. وتاو واحد تلاتة هي نفسها تاو تلاتة واحد. وتاو تلاتة اتنين هي نفسها تاو اتنين تلاتة. هستفيد من ده في ايه? ان بدل ما هم تسعة هيبقوا ستة. في وبدل ما هم اربعة في هيبقوا تلاتة فقط. يعني في هتاخذ للشكل ده. هتلاحظ هنا ان انا استبدلت تاو واحد اتنين او تاو اتنين واحد بتاو واحد اتنين. اصبح ده زي ده نتيجة للتماثل اللي حصل من العلاقة دي. وموتر الاجهاز في السريد المينشن بالشكل ده هستبدل تاو اتنين واحد او اكس وي اكس بتاو اكس وي. اصبحت تاو واحد اتنين او تاو اكس وي هي نفسها تاو واي اكس. والحد ده او الترم ده تاو اكس زد. هو نفسه تاو زد اكس تبديلته. والجزء ده هو نفس الجزء ده. وبالتالي المركبات هتتخفض من تسعة الى ستة. يبقى معنا دلوقتي اول اه فايدة من العزم او استنتجة من العزوم القوى المؤسرة على الجسم الجاسي ان انا بخفض مركبات الاجهاد من تسعة الستة في السري دايمينشن ومن اربعة الى ثلاثة في التو دايمينشن. ملخص اللي احنا قلناه قبل كده لما سبق في هذه المحاضرة معادلات الحركة بتتكون من ثلاث معادلات. المعادلة الاولى بسميها معادلة الاتزان. المعادلة التانية هي علاقات كوشي او بسميها كونستيتيوتي بريليشن او العلاقات اللي تربط ما بين الاجهاد المتولد داخل الجسم النتيجة لتأثير القوى الخارجية عليه. والعلاقة التالتة بتقول ان التاويج هي نفسها تاويجي اي ان موتر الاجهاد داوت او لازم يبقى متماثل. اه بتبقى تلات معادلات هي مكتوبة في صورة دي تلات معادلات لان واحد واثنين وتلاتة. والمعادلة التانية بتسمى وبداية بتبقى ستة كومبوننس. والمعادلة اول معناها ان دا صميشا على يعني هنا في دا دا صميشا على في المعادلة الاولى معناها دا صميشا على الجي. والاندكس المتكرر مرة واحدة بسميه فري اندكس. طيب المعادلات الحركة ده مكتوبة في انا عايز اكتبها في بدلالة الاكس والواي. هجمع على الجي بالشكل ده. وبعد كده هاخد الاي بواحد واثنين وتلاتة. تطلع للمعادلة الاولى بالشكل ده. والمعادلة التانية بالشكل ده. والمعادلة التالتة بالشكل ده. اللو انا عوتى عن الاكس بواحد والواي بixelاته وتلاتة تطلع لي المعادلة الاولى بالشكل ده والمعادلة التانية بالشكل ده والمعادلة الثالثة بالشكل ده والمعادلة التانية هي عبارة عن بالشكل ده. ودول اصلاحه ست مركبات مش تسعة. يبعى عندي ثلاث معادلات تمثل معادلات الحركة짐. دية كلها بتصف siendo اه التشوه الناشئ في الجسم المرن نتيجة لتأثير القوى الخارجية عليه سواء ازا كانت حجمية او سطحية. اللي احنا عايزين نعرفه الجزء التاني من المحاضرة. ايه هو الترجمة الحرفية بتاعته اللي هو الاجهاد الرئيسي. اه ملخص اللي انا عايز اقوله ان احنا لو عندنا جسم يخضع تحت تأثير قوى حجمية او قوى سطحية في الفراغ فعايزين نعين الرئيسي من خلال ان انا ادور المحاور بطريقة معينة بحيس يبقى عندي فقط الاجهاد الرئيسي. وما يبقاش عندي الشير السرس. فانا هعتبر ان عندي عندي هرم بالشكل ده. بأثر عليه بالقوى خارجية. وده العمودة على السطح اللي بيأثر على تؤثر عليه القوى. هقوم بتحليل القوى دهية الى تلات اتجاهات. تي واحد تي اتنين تي تلاتة. القوى الخارجية المؤسرة على الجسم ده تؤدي الى توليد اجهات داخل الجسم بالشكل ده على الوجه الاول الاسفل هنا تي زاء سيجما زين. والاندكس الاول يشير الى العمودة على المستوى. والاندكس التاني يشير الى اتجاه القوى. وهنا هتتولد قوى ايضا في اتجاه العمودة على المستوى اللي هو محور زين. وهنا هتتولد قوى على المستوى. اللي اه متجه الوحدة العمودي عليه هو الاكس. عايز ادور المحاور دهية بحيث ان انا احصل فقط على تلات مركبات للاجهاد. وليس ستة. فالتين يو بيساوي له تلات مركبات. تين يو واحد تين يو اتنين تين يو. تلاتة ده متجه الاجهاد اللي يؤثر على الجسم. او القوى الخارجية المؤثرة على الجسم. ودي قوى سطحية. ايضا تين يو بيساوي نيو جي توجي اي اللي هو علاقات كوشي اللي بتربط ما بين القوى الخارجية والاجهاد المتولد داخل الجسم. حيث تين نيو جي اليونيت فيكتر على البلين بي سي دي. والتين يو بيعتمد على تجاه نيو جي. ناو. نريد عين مركبات متجه الوحدة نيو جي. على البلين بي سي دي. بحيث ما يبقاش عندي شير السرس. يبقى عندي فقط. اجهاد رئيسي او الاجهاد اللي في القطر الرئيسي. البي سي دي بسميه برينسيبال بلين. والنيو جي بسميها. برينسيبال اكسز. وتاو اي اي اللي هي السيجما اي الموجودة عندنا. هتسميها برينسيبال السرس. يبقى المطلوب اننا اعين او اخفض السرس سنسور من ست مركبات الى تلاتة. والتلاتة دولة يبقوا موجودين في القطر الرئيسي او موجودين في الاتجاهات العمودية الموازية للمحاور الرئيسية. والمحاور ده هيت هتسميها برينسيبال اكسز. كلام ده هيتم ازاي? من خلال شوية خطوات هنعملهم بالشكل ده. الاول هاخد العلاقة تاو اي جي ناقص لامضة دلتا اي جي. هطرح من القطر الرئيسي لموتر الاجهاد لامضة وسويب السفل. واجيب المحددة بتاعته. واحصل على الاي جين فاليوز. بعد كده هاخد الاي جين فاليوز وعوض بها عشان اجيب الاي جين فاكتورز. وهضربها في عشان تعيين لي الاي جين فاكتورز. هيديني تلات معادلات بتلات مجاهين. لازم احلهم مع بعض. مع استخدام الشرط ده واحد تربيه زائد نيو تلاتة تربيه بيساوي واحد اللي هي مجموعة بيساوي واحد. علشان احصل على الاي جين فاكتورز. الاي جين فاكتورز ده هتحول لي هتعين لي اه اه او مصفوفة الدوران استخدم قانوني تحويل التنسورز باستخدام المصفوفات بالشكل ده. احصل على تعال نشوف مثلا. بيساوي تلاتة واحد 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 وصفر واثنين واحد واثنين واحد. الحل يكمن في ان انا هاخد ده واطرح من القطر الرئيسي لامضة وسويه بالسفر واعين قيمة ده تطلع لي بالشكل ده. المحدد ده عبارة عن محدد من الدرجة التانية تلاتة في تلاتة تطلع تلات مركبات اللمضة ديطلع لها لامضة واحد بيستوي نقص اتنين ولامضة اتنين بيستوي اربعة ولامضة تلاتة بيستوي واحد دي الخاصة بي اه سوري الخاصة بي هروح احل المعادلة دي تا واي جين لانس لامضة دلتا اي جي ميو جي بيستوي سفر مع المعادلة ده هيد احصل على الاي جين فاليز تتذكر العلاقة دي هاخد اللامضة بواحد وعوض بيها هنا يعني هطرح من القطر الرئيسي واحد واضربه في تين يو يطلع لي تلات معادلات بالشكل ده لما اضرب وساوي بالسفر يطلع لي تلات معادلات بالشكل ده تلات معادلات ده همت غير كافيين لإيجاد المي واحد والمي واثنين والمي وثلاثة فهحل معاهم المعادلة ني واحد تربيزة يد نيو اثنين تربيزة يد نيو ثلاثة تربيع بتساوي واحد هنا هاعوض عن ني واحد تساوي نيو ثلاثة والنيو ثلاثة procure نيو ثلاثة من خلال العلاقتين الثلاثة علاقات دول واعوض في العلاقة ده هيأحصل على ني واحد ونيو ثلاثة نيو تلاتة هي الاولاني المتمثل في المعادلة رقم واحد الخطوة التانية هاخد لمضة بتساوي اربعة واتكرر نفس اللي انا عملته في العلاقة ده هي وحل المعادلات تلات معادلات ده همت مع معادلة اللي هي ده هي احصل على تلات قيم هي مركبات متجه الوحدة او الخاصة بالأيجين فيكتورز الخاصة بالأيجين فياليوز لمضة اتنين بتساوي اربعة وهعمل الحكاية دي ده هيبقى النورمال فيكتورز هاخد اللمضة تلاتة بتساوي ناقص اتنين وعوض في العلاقة السابقة اللي هي ده هي واحل المعادلات التلاتة مع المعادلة ده هي احصل على الايجين فياليوز للايجين فياليو الخاصة باللمضة هحطهم التلاتة عندي تلات معادلات المعادلة واحدة المعادلة اتنين والمعادلة تلاتة هكتبهم بالشكل ده ديت بسميها روتايشن ماتريكس روتايشن ماتريكس ده هي هي اللي هتحدد لي البرينسيبل اكسس والبرينسيبل استرس والنورمال استرس هستخدم التحويلة ده هي ان التا واي جي داش بتساوي البيتا في تا واي جي في البيتا ترانسوبوس هضرب دي مصفوف الدوران اللي انا عينتها من الايجين فيكتورز الخاصة بالتحويلة بتاعتي وده المعطى في بداية المسألة ودي الروتايشن ماتريكس بس متدورة بتاعها هتلاقي ان الصف ده هو نفسه اه 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 سور في خطأ هنا ده المفروض دي ترانسوبوس اه في ترانسوبوس اه ده المفروض ان هو بيكتب كده فلما اضرب ده خلي بالك من الترانسوبوسة انت المعادلة ديت متدورة فلما اضرب هراحز ان انا حصلت على كل المركبات بتساوي اسفار معدى عناصر القطر الرئيسي معدى عناصر القطر الرئيسي اللي هي واحد واربعة ونائس اتنين يبقى انا في الحالة ده هي اتدورت المحاور بطريقة معينة بحيس ان انا الغي ويفضل عندي فقط وكده يبقى انا اعين اللي هي اه الايجين فيكتورز الخاصة بالمصفوفة ونظرية بتقول لي لو انت عندك الف لامضة واحد لا تساوي لامضة اتنين لا تساوي لامضة تلاتة زن نيو واحد نيو اتنين نيو تلاتة اربر بن ديكلير انتو ايجي بيساوي تاو جي اي اي معنى الكلام ده لو انت عندك ثلاثة ايجين فيايز للمصفوفة بتاعتك او بتاعك. التلاتة غير متساويين. غير متساويين. وبالتالي هيطلعه متعمدين. وبالتالي هيطلع هو كده كده هلازم يطلع متماسل. البروف هنثبت ان احنا عندنا احنا عندنا معدلة علاقات كوشي بتقولي هفرض ان انا عندي لمضة واحد لا تساوي لمضة اتنين. وبالتالي لمضة واحد بتحقق بتاعتها. عاوض بها بالشكل ده. عاوض بلمضة واحد ولمضة اتنين هنا. في العلاقة دهيت. واترحهم الاتنين من بعض. هضرب المعادلة رقم واحد في تي اي تربيع والمعادلة رقم اتنين في نيو اي واحد اتنين دي مش تربيع دي ده اندكس اتنين. يعني هعمل عملية التبادل هضرب ده في واحد نيو اي واحد وهضرب ده في نيو اي اتنين. لما اضرب. احصل على الشكل ده. هنا انا المعادلة الاولى ضربتها في نيو اي اتنين. اهي. والمعادلة التانية ضربتها في نيو اي واحد اهي. اطرح المعادلتين دول من بعض او خلي في في المعادلة رقم اربعة اللي هي المعادلة ده هيت. خلي الجي مكان الاي والاي مكان الجي. هنا خلي الاي مكان الجي والجي مكان الاي عشان اخلي الاتنين دول زي بعض. في اللي هو الجزء ده. هبدل الاي بجي دي هتبقى اي. ودي هتبقى جي. ودي هتبقى اي ودي هتبقى جي. هتبقى بالشكل ده. تاو جي اي. نيو جي. في جي. في اي. اطرح المعادلتين دول من بعض. هاخد لمضة واحد اه لمضة واحد مقص لمضة اتنين. واخد ميو اي واحد ميو اي اتنين عامل مشترك. وهنا هيطلع لي ميو جي واحد عامل مشترك مع نيو اي اتنين هاخدهم عامل مشترك. حدين دولة. هتلاحز تي اي نيو بتساوي نيو جي اي اللي احنا لسه سبتنا في بداية المحاضرة من الموتر الاجهات ده متماثل ازن الحد ده بيروح بسفر ازن المعادلة ده هتكتب بالشكل ده لمضة واحد من قصة لمضة اتنين نيو اي واحد نيو اي اتنين بتساوي سفر لكن انا في بداية الحل فرض ان نيو واحد لا تساوي نيو اتنين وبالتالي ما ينفعش يساوي بعض ازن هيطلع عندي نيو اي واحد ونيو اي اتنين بيساوي سفر وده معناه ان هم متعمدين على بعض ده هم وورك فاينزة برينسيبال اكسز اند البرينسيبال السرس فور تنسر طي اي جي بيساوي واحد سفر مقص واحد سفر مقص واحد سفر مقص واحد سفر واحد اه المهتمين تقدر تحل الهوم وورك التابعة هولي على بيزا ضدكم شكرا جزيلا على اه متابعتكم للمحاضرة